المترجم للقناة المترجم للقناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة قبل الدخول في تفاصيل الموضوع ومشاهدين الكرام نود التنويها هنا إلى أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات كما ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم يرجى من مشاهدين الكرام الانتقال إلى التردد الجديد وضبط أجهزتهم لمتابعتنا في كل جديدنا مشاهدين الكرام اليوم الموضوع عن قمع حاصل الآن حتى هذه اللحظة هناك اعتداءات حكومية وقمع حاصل للمتظاهرين الموجودين في محافظة البصرة وطبعا تستمر الاعتداءات على متظاهري ثورة التشرين على كل من يطالب بحقه المطالب التي رفعها المتظاهرون الذين خرجوا في البصرة هي محاسبة قتلة المتظاهرين والكشف عنهم من قبل السلطة لكن يواجهون بالحديد والنار ويقمعون بهذه الطريقة دعونا نشاهد مع حضراتكم الطرق التي تقوم باستخدامها حكومات ما بعد الاحتلال ومحافظة البصرة كذلك وشرطة البصرة والقوات الحكومية في البصرة للتعامل مع البصريين فلنشاهد الآن القمع من خبيل قوات أشعد العيداني الآن قمع المتظاهري في المسيح الجموع الآن القمع من خبيل قوات أشعد العيداني الآن قمع المتظاهري في المسيح الجموع مشاهدين الكرام دعونا نشاهد صورة أخرى من صور القمع الحكومي الذي استخدم لإسكاة أصوات المتظاهرين في البصرة فلنشاهد نشاهد مشاهدين أيضا في هذا المقطع في البصرة كذلك توافد المتظاهرين أمام مقر قيادة شرطة البصرة للمطالبة بالكشف عن قتلات المتظاهرين فلنشاهد وصول المتظاهرين والثوار جميعا لقيادة شرطة البصرة للمطالبة بالكشف عن قتلات المتظاهرين وعن المتطقة يديهم بجمع البصرة مشاهدين أن نستقبل اتصالاتكم للحديث عن موضوع القمع الحاصل الآن في البصرة وكذلك السؤال هو لماذا يستمر هذا القمع ضد الشباب المتظاهر وماذا عن الوعود التي أعطتها حكومة مصطفى الكاظمي بالكشف عن قتلات المتظاهرين لماذا إذن نرى الآن هذا القمع الحاصل معنا السيد محمد بن بغداد تفضلي يا محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا السلام عليكم هياك الله وسهلا الله يبرك موضوع نقاش آني نعم 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 نظاهرات اليوم اليبط بصورة عامة صارت اليوم قوات الأمنية وأغرير أنا أحسر اليوم يعني أحد بنفس محمد محمد صوتك صوتك غير واضح أرجو منك تعاود الاتصال مرة ثانية وتغير مكانك لأن الصوت في مشكلة أشكرك يا محمد السيد أبو طيبة من البصرة وهو كذلك أحد المتظاهرين اليوم في المحافظة فضل يا أبو طيبة أبو طيبة نعم فضل يا أبو طيبة علي صوتك شوي لو سمعت نعم خرجت اليوم جماهير محافظة البصرة من أثناء أهل الأحرار نعم واستنسلين العمل الإجرامي التي قام بعض المفزقة والمجيشات بالقيال الناشط المدني سحسين والسلام نعم ونحن كناشطين وأحرار البصرة نعم خرجنا اليوم جيال الناشط المدني ووصف كثانت عندنا وقتة اعتجاجية أمام عيادة الشرطة نعم والمطالبة بالكشف عن الفترة نعم ولكن لم يستطيب هذه القوات الأمنية للمطالبنا نعم فأمسناهم موئد 48 ساعة طيب واليوم خرجنا المطالبة بالكشف القتلة التي قتلوا السوار في مدني 2008 نعم ولكن لا أحد السجيد لمطالب السوار طيب بعد ذلك طرنا من ساحة احتصام البصرة إلى البيادة ثم توجهنا إلى دار محافظة البصرة السيد السعد الهداني نعم تفاجئنا بحوات الشغب والحوات الأمنية من شافة أصنافها طيب وبعد البيان قامت جمرة داخل البيت بحرك الكرفانات تفاجئنا بحرك الكرفانات بس بس عيد لي عيد لي أبو طيبة من الذي من الذي حرق الكرفانات من اللي حرقها؟ بالله إحنا بالنسبة بس لك خارجين بالسلميين ملتزين بالسلمية ولكن أدنا هدف على أسعد الهداني اللي شونا رئيس اللجنة الأدمية بكشف هؤلاء القتلة من الذي من الذي حرق الكرفانات أبو طيبة من الذي حرق الكرفانات؟ نعم ناس من داخل البيت من داخل الجيش ناس مدنيين من داخل البيت نعم وبعد ذلك قاموا بالغني الحي بالنصاف الحي تجاه السوار المتظاهرين نعم وإنصافوا أن قتلة القوات الأمنية لم تحرك ساكن يعني نعم بعد ذلك قوات الشغب وبوقت الصدمة لتفريق المتظاهرين وقاموا بالضبط بالغاز المشي للدموع نعم والغصاف الحي نعم بعد ذلك نحن في الدخة والأحضر في الحشار طيب وكم مصابتنا واحتفار بعض الناشطين طيب نعم أستاذ إصابات إصابات حدثت إصابات نحن اليوم نحرار البصرة نقال بغالة محافظة البصرة ومحافظة كذلك بعد اكتفر كالسيح لأنه هو من اكترك في قمع ومتد المتظاهر سيدة أبو طيبة الإصابات حدثني عن الإصابات هل أكو إصابات صارت بالتظاهر اليوم؟ لا أكتف إصابات ولا أكتف حد تفريغنا كل واحد يعني يستجه غير الشجاء لحد الآن لم نحصل على أي شخص مصاب لأنه قلتنا متفرطين ولحد الآن أنا شوني وصلت إلى نعم لكن هل حدثت إصابات يعني قد ما يكون العدد الكلي عندك لكن هل وقعت إصابات؟ نعم نعم هناك أكيد نعم لأنه يعني قصة قصة ضرب جلس نعم يعني ما تقدر نعم استهداف مباشر استهداف مباشر للأجسام نعم 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 نحن اليوم كأبناء محافظة البصرة يعني مجتمعين في تظاهراتنا واحتجاتنا لحين اثالت ومحاكبت كل من ارتكب جريمة نعم بحق الناشطين والمدنيين آآ التي تم آآ خيالهم وحطافهم نعم وشعيبهم نعم وكما أشرت المسؤول الأول آآ محافظة البصرة سيد أسعد الهيداني نعم يأخونا رئيس الجنة الأمنية نعم وكذلك رشيد الضيح نعم وعلي مشاري والآآ الضباطا ومالغف لأنه هم من اشتركوا في عملية القتل والتشكل على القاتل سبقوا أن آآ قاموا بالخيال الصحابي كما تعرفون آآ يا سيد أبو طيبة وأشكرك شكرا جزيلا للمشاركة ويا أنا سيد أبو محمد من الأنبار تفضل يا أبو محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شوانك عين حمود الله يسلمك تفضل حياك الله والله ما حصل بالبطرة هذا عمل الشريع من قبل الميليشيات القدرة من أحزاب إيران الضيون الذين دمروا البلد الإيرانيين إن شاء الله الله يخذيهم بالدنيا والآخرة الضيون مع الميليشيات المحافظ والشقب والحشد اللا شعبي المجرم نعم أنا بيقترف الجرام بحق الشعب العراقي ويجبون نطارفية نعم مثل الله الشفاء للجرحة وأن يرحم الشهداء وأن يخذي الميليشيات وإذيان إيران القدرة المثنة وإن شاء الله أن تقوم ثور على هؤلاء المجرمين الشلة اللبينة مدعومين من الصهاينة ومن قبل إيران الفرص الحاقبين على العراق إن شاء الله أن يخذيهم نعم وأن يعيد للعراق هيدته إن شاء الله وشكرا جزيلا سيد أبو محمد الكاظمي وعد بالكشف عن قتلة المتظاهرين وين هاي الوعود لغاية هذه اللحظة ما شفنا منها شيء والله يا أخي يقول لك كذب في كذب من نصف الكاظم إنه أحد ديول إيران ومن ما يدعون نفسهم بالله يمثلون المكونة السني إنهم شلموا الحرامية وقاتوا له مجرمين ومنبطحين إلى الإيا العنيين وخذب أنا أشكرك يا سيد أبو محمد بن الأنبار وضحة الفكرة شكرا جزيلا السيد أبو زينب من النجف تفضل يا أبو زينب أبو زينب موجود معنا السيد أبو زينب غير جاهز طيب مشاهدين الكرام إذن القوات الحكومية تعتدي على المتظاهرين تطلق الرصاص الحي كما شاهدته في المقاطع وهناك أمباء عن إصابات بين الصفوف المتظاهرين اليوم أيضا في البصرة اغتالت الميليشيات الناشط تحسين الخفاجي في المحافظة بإطلاق الرصاص عليه في سيارته وأردية طبعا قتيلة نتيجة هذا الاغتيال هذه العملية وهذا أيضا يطرح سؤالا كبيرا طبعا العملية الاغتيال حدثت ظهرا في وضح النهار في منطقة عامة ما دور الحكومة بقواتها الأمنية هل الدور هو لاستخدام السلاح ضد الشعب أم الدور لحماية الناس وحماية أرواحهم ما الذي يراه العراقيون الآن أي من الطريقتين التي تستخدم اليوم يعني ميليشيات في البصرة في وضح النهار في منطقة عامة تغتال مواطن بإطلاق الرصاص عليه في سيارته لم يتم التحرك حكوميا لم يتم القابض لم يتم حل أزمة وجود الميليشيات في العراق أصلا حتى هذه اللحظة سيدة أبو هبة من الناصرية تفضل أبو هبة من الناصرية تفضل يا أبو هبة حياك الله حبيبي العراق نعم العراق في مكوناته كله إذا ما نتخلص من إيران ما نتخلص بالمناسبة نعم إيران بكل دولة نعم إنها من الأشياء نعم 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 حكومتنا إيرانية حتى بالمناسبة ما يقولون إحنا ما يقولون إحنا أصحاب سيادة ومستقلين وقرارنا وحدنا ما يخص ما حد يدخل به وين هذا الكلام إذا إيران مسيطرة على السياسة في العراق لا والله أكدا بالعريب إيران إيران هي تتحكم نعم أو سوان طائفية بين السنة والشيعة سوان أمور واية نعم ودخلت في اليمن والبحرين وكل دولة نعم نعم يا أخي سحنا والله أبتلي أنا نعم نعم عمي إيران هذا أجل نعم نعم يا أسر محمد وأبتلي أنا سحنا والله أقبل طيب سيد سيد أبو هبة سيد أبو هبة ليش ليش الوسيلة اللي تستخدمها الحكومة أريد كاربا أريد حرية طيب يعني إيران نعم نعم والله أبدو كاربا أبو هبة برايك سيد أبو هبة سيد أبو هبة تسمعني برايك ليش حكومة ليش حكومة مصطفى الكاظمي أو قبلها حكومة عادل عبد المهدي أو كل الحكومات اللي يجدتي الوسيلة الوحيدة اللي تعاملها هوية الشعب هي وسيلة العنف ليش ظلت تستخدم هذه الوسيلة لغاية هذه اللحظة ليش ما تبعت أسلوب الحوار أسلوب الدبلوماسية تحقيق الأمور للشعب اللي اللي دي طالب بها وهي أبسط مقويمات الحياة ليش تتجه مباشرة إلى العنف سليماني من ذلك سليماني قالوا استخدموا يهم القوة هم استخدموا قوة نعم هم استخدم حكومة إيرانية نعم حكومة إيرانية سأخذ المعلومات من قوة قوة نعم 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 أطيت اثنين أطيت اثنين في الحبوب الله يرحمهم أه ليس مار أرهات الشرطة على المار جميل الشمري جميل الشمري طلع وراء المجزر اللي ارتكبها بالناصرية طلع بعدها وزارة الخارجية نشرت على صفحتها الرسمية على موقعها الإلكتروني صورة كلها في وزارة الدفاع وهو موجود جميل الشمري قاعد بجانب وزيرة الخارجية طيب وبعدها أيضا راح انتقل إلى منصب آخر يعني الحكومة بالنسبة إلها ليرتكب مجزرة كاف أن تنقله من مكان إلى مكان آخر نعم جاد بنحمد نعم جاد بنحمد نعم أنا أشكرك أسيد أبو هبى من الناصرية شكرا لك معنا السيد عبد الخالق من البصرة تفضل يا عبد الخالق السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أشكر غنات الراهبين على هذه غنات الضائعة الطيبة الله يبارك بيك مضاهرات على البطرة العراف كلها على البطرة والناصرية والبغداد يعني كلها كنت تطلع مضاهرات عن حمل صلاح الميليشيات تقتل بس مو تشوف يا سيد عبدالخالق أن حمل السلاح هيسبب فوضى أكثر من الموجود هسا لا بالعكس بالعكس إذا عدم السلاح منطلع السلاح المقروض هو يحلن نطلع السلاح بعد ما يجب بعد ما يجب يقتلون بالشباب يقتلون بالشباب يعني حرامات الشباب يعني قول بالزهور يعني يقتلونهم بيش يعني ما يجب هذا الكاظمي رح رح لإيران يعني ما تطايدة الملف الأمني يعدكم بالبصرة ملف غريب يعني يا سيد عبدالخالق رشيد فليح المفروض هو مسؤول عن تأمين محافظة البصرة حمايتها ومنع الميليشيات من الانتشار بيها لما كانت ميليشيا ثأر الله اعتدت على المتظاهرين بالبصرة وأسقطت شهيد وصار هاي الفيلم المسرحية مع القوات الكاظمي طبت واعتقلتهم وسدت المكتب طلع بعدها رشيد فليح قال في مقطع فيديو قال بي أنه هذا حزب من حقه يدافع عن نفسه من حقه يشيل اسلاح ويقتل ذوله اللي اعتدوا عليه برر قائد شرطة البصرة يبرر للميليشيا قتلها للناس في أي عرف وفي أي قانون هذا الكلام هو ميليشيات ميليشيات من إيران جاي ميليشيات يعني حكومة ما تقدر عن الميليشيات هاي حكومة حكومة يعني هاي ميليشيات ما تقدر عليها هي الكافة الدولة هي الكافة الدولة الميليشيات حيث他 يبردون صوريخ على المنطب الخضراء على التاجي يعني أمريكا لا تقدر أمريكا أمريكا بحيث تكون يومين يدرون على إيران ويدرون على الميليشيات بس كل من أمريكا يتكلم أن أمريكا جابتهم أمريكا جابتهم الأمريكا جابتهم فائدة أنا أشكرك يا سيد عبدالخالق من البصرة شكرا جزيلا للمشاركة في رسائل واردة طبعا لدينا رسالة من أحد المشاركين أو المشاركات عفوا تطالب بالعفو العام تقول زوجي وأولادي أخذوهم من 2017 من تحرير الموصل ولغاية هسا ما نطعنا أي خبر عنهم أولادي بعدهم صغار كرار بشير عبدالله وحيدر بشير عبدالله وزوجي بشير عبدالله سويدان وهو مريض بمرض السرطان وانطالب بالعفو في رسالة لدينا من السيد أبو محمود من الرمادي يقول السلام عليكم أستاذ محمد وياك أبو محمود من الرمادي نحن أهالي معتقلين رزازة يعني هذه الحكومة متحس بأهالي المعتقلين والله حرام عليهم وأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومحمد الحلبوسي يعني خلي أولادهم مسجونين أكثر من أربعة عوامي صبرون على أولادهم كل هذه الفترة طيب شكرا جزيلا لك يا سيد أبو محمود معنا الآن السيد أبو علي من واسط تفضل يا أبو علي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومسألة خير لجمهور الرافدين حياك الله صراحة اللي يصير اليوم بالبصرة ويصيروا كل محاضرات العراق هو مو جديد على المدربين على قمع الشعب وقمع التظاهرات يعني إذا طلعوا بالبصرة ما يردون تغيير نظام حكم ولا يردون إقالة رئيس وزراء ولا يردون إقالة رئيس جمهورية ولا حل مجلس النواب هم يردون الشخص اللي نحسبه عند الله شهيد الأخ سامي الشحماني نعم ينكتل بشركته يعني يردون بس اللي من اللي اشبه من ينكتل وليش ينكتل ولهما يردون بس التحقيق فتح التحقيق بهذه الأمور يعني لا بس هاي النقطة بس هاي النقطة رد نفهمها يا سيد أبو علي يعني شنو مايريدون مايريدون إقالة الحكومة ومايريدون إقالة البرلمان يش هذا مطلب ممكن للعراقيين أنه يتغاضون عنه مايريدوا ألا أعفو أستاذ محمد أنا مو قصدي على أنه التظاهرات ليش أنا أعصدي على تظاهرات البصرة اللي صارت حتى يقمعونها يعني عندهم سبب يقمعونها يعني هم اللي لو شهادت الشهداء اللي تقريبا أكثر من ألف وخمسمائة شعي اللي صاروا بعراق قدوا عشان يريدون يغيرون النظام الحكم يريدون يحلون هذا البرلمان الإنفاسي فهذا اللي صار بس أما اللي صير بالبصرة هم يرضون بينهم ليش انكتل يعني شنو ردة الفعل القوية اللي صارت يعني مطالبين مطالبين يقلون محاصب يقلون مدير الشرطة سيد أبو علي إحنا إذا نرجع بالسجل ونشوف تاريخ أو سلسلة المظاهرات اللي صارت بالعراق قبل لنوصل إلى ثورة تشرين كل المظاهرات اللي طلعت بالعراق كانت مطالب كانت مطلبية يعني تطالب بكهرباء تطالب بوظائف تطالب بكذا ومع هذا هاي المطالب اللي هي حق كل إنسان يعيش على هذه الكرة الأرضية أنه يكون عنده مي وكهرباء ووظيفة وينام بمكان آمن قمعوها وتم قتل وإصابة الكثير من المتظاهرين الآن وصلوا إلى مرحلة المطالبة بوطن نفس الكلام احنا نقول بأنه الصحفية الألمانية هيلاميفس التي حدثت هذه الضجة على عملية اختطافها وتحريرها بعد أمر الكاظمي بـ 72 ساعة بينه هي تتحرر وفعلا طلعت وتحررت طيب هذا الكلام ينطبق فقط على هاي الحالات وين قتلت المتظاهرين اللي يدي طالبون بيهم العراقيين صار لهم من واحد عشرة سيد محمد الكاظمي جاي يدخل يعني الأمور من مشكلة إلى مشكلة حتى نسيت المشكلة الأولى نعم دخلنا بكب هذول الأربعة عشر واحد حتى متظاهرين ينسون بعدين طلع 13 بعدين جاب لنا بشامل هاشم الله يرحمه وقال لها حط اللحم خلال ثلاث أيام وماكو شيء بعدين جاب لنا الصحفية وأنا حتيت أتحفظ على كلمة تحرير الصحفية وإنما هي بس مجرد زوبعة راب منها هذا العمر وصارت يعني صارت ضجة إعلامية غيرها يستمع العالم حتى يبيض وجهها قدام العالم مثلا حكومة أنا أقدر أسوي يعني هو يخلق المشكلة وهو يخلها فهذا شيء ما يريد يعني فأنا اليوم سؤالي أنه يعني الوحشية اللي صارت وهم مضغبين أعلم مغريبة يعني المفروض يعني إذا صحيح هم حكومة يقولون أن الحكومة تغيرت وجينا مع الشعب ووقفنا مثل ما يبدعون نعم نحن الجمهور أو الجماهير توقف وتتضاعف نعم وبعدين يرحون وانتهى كل شيء أنت ليش هذا القمع يعني أنت ليش تخلي الشعب مهما تجي أي حكومة ما يتق بيها وهذا الدليل على أنهم مدربين على قمع الشعب نعم مدربين على قدمة الشعب ومو ديمقراطيين طيب هل يعقل يا سيد أبو علي أنه مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات السابق والآن هو رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بمختلف صنوفها هل يعقل بأنه مدى توصل الصور اللي تتبين كيف يطلق أو تطلق القوات الحكومية اللي تابع إلى النار على المتظاهرين وتسقط شهداء وتصيب الكثير منهم غير عمليات الدهس اللي صارت في بابل غيرها وغيرها وغيرها من جرائم وانتهاكات هل يعقل أنه ما عند علم بها طيب لماذا لغاية هذه اللحظة مشفنا شخصية عسكرية تم محاسبتها كل الكلام اللي طلع هي مجرد تقارير كل المسؤولين العراقيين اللي طالبون بإسقاطهم هي مجرد يعني تصاريح تطلع من الحكومة بأنه سنحاسب وسنكشف لكن هذا كلام كل ما صار حتى موضوع الصحفية الألمانية قالوا بأنها تحررت لكن ما قالوا من اللي خطفها وما قالوا شلون تحررت ما قالوا من اللي قام بهذه العملية وينهم واشتسواوا بيهم كل هذا الكلام يعني بالمصطلح العامي لغمطوا وين هذة التحقيقات وين نتائجها سالة محمد إحنا عندنا مثل عنده همه يقولون يقولون بدأنا عليه وابعلو نعم من التغير بس رأس الهارة ما تغير هو يوجد المشكلة نعم وإحنا للأسف يعني بعض الأشخاص من الشعب العراقي الكريم من يحاكم هذا ولا ولا حاكم ظابطه وشفنا أنا ما يتحاكم لللي أطلق النار نعم يتحاكم لمن اللي أمر بإطلاط النار مين اللي دفعه المفروض هذا يحاكم مدير الداخلية ما يحاكم الضابط القتل المتظاهرين بالساحة التحريق نعم اليوم أسعد العيداني وشفنا هذا الثاني اللي قتله المتظاهرين بالبطرة رشيد الفليح نعم رشيد الفليح ومحروف رشيد الفليح بتاريخ الأسود المخروف هذولا أجيب عن مدير شفنا مدير شرطة البطرة وأحاكمه مو أحاكم هذولا نعم نعم يا أبو علي أنا أشكرك أكتفي بهذا القدر شكرا جزيلا وضحت الفكرة مشاهدينا نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود بقمانع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام نتكلم اليوم عن موضوع الحلقة طبعا عن القمع الحاصل في محافظة البصرة على يد القوات الحكومية استهداف المتظاهرين بالرصاص الحيوة بقنابل الغاز المسيلة للدموع وكما قال السيدة بطيبة من البصرة وهو أحد المتظاهرين الآن الموجودين في الساحات يقول الاستهداف مباشر على صدورنا استهداف مباشر للأجساد ليس إطلاق نار في الهواء فهذا الذي يحصل الآن في محافظة البصرة كل هذا الموضوع لأنهم خرجوا للمطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين ومعرفة من الذين قاموا بإسقاط هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحة هذه النتيجة التي نراها الآن هي نتيجة القمع الحكومي الحاصل للمتظاهرين الذين يطالبون طبعا بمطالب بسيطة جدا معنا الآن السيد أبو زينب من النجف تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد قديما في الأمثال لا شيء يصدر عن فراغ نعم ما في شيء يجيك يا ما في حكومة وأجزام نية ودولة وحلام وكذا وما يعرفون شيء يصير ما يصير بالبلاد نعم هذولا يقولون فيك الخصام وأنت القصم والحكم نعم يعني أنت القاضي وأنت الجلاد ما يصير نعم هذولا هم لغتهم والأحزاب وياهم والذين تسيرهم نعم وبأيدي خفية خارجية ولكن خفية والله علانية نعم روح قتل روح بك الدم ورح كذا زين نعم والإحتياء هذه شيء يصير نجر إذن ذاكي يصير نجر خشيم زينية الدستور أحنا نقول دولة قانون أي أو دولة ديمقراطية أو دولة ثقافة ودولة كذا نعم نعم وإحنا بيطر من الحاجة والعشرين نعم زين إنه هي دولة شقاوات قلما نحصل لجموعة سيدة فوزينة أسعد العيداني صار لجقد بالمنصب وصار الناس جقد بالبصرة الطالب بيقالته وبرحيله لأنه هو بمحاسبته لأنه هو سبب الخراب اللي حاصل بالبصرة ومع هذا لا يزال يمارس مهام ما كمحافظة البصرة ويتمتع بكل امتيازات أدري يعني إشوكت هذا هذا أسعد العيداني إشوكت يتغير وإشوكت يتحاسب هو ولا غيره يعني هذا مثل اللي يقول قد كذب كذبة وفدق هم نفسهم يدعون إلى الفضيلة وهم ليسوا بفضلاء نعم يعنون أو قرار من رئاس الوزراء بحل جنيع مجالس المحافظات نعم بينما قد من شوية مدرب قناتكم أو غير قنات فضع تقرير مفصل يقول إلى الآن هم مستمرين أخذره نعم وإلى الآن مستمرين بالسرقات وإلى الآن هم مستمرين بالحكم نعم حتى لو كان في شكل خفي كل من جاعد البيتل وجاعد بدول من الدول ويدير الأمور نعم هذا الحق الدستوري لكفلة للمواطن بتتعبير على الرأيه نعم هنا السؤال الأهم لماذا يخرج المواطن إلى الشارع لأن حقوقها مستلبة نعم لو هكوا هناك توزيح حادل للسروات وتوزيح حادل للفروس العمل نعم وتوزيح صحيح للأمن والحمايات ما كان وصل البلد إلى ما وصل عليه نعم لكمة السحون حتى لو بابط والطبيب ومهندس السوء ومع ذلك ما عينهم نعم فصلت شوتي الشعب إذا ما مو ثورة عارمة متلعات وكل ما يصير أنا أشكرك جزيلا سيد أبو زينب أبو فيصل من السعودية تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الله يسلمك الحمد لله هياك الله هياك الله هياك وتعيون الثورة والله سيد بالنسبة للقمع في العراق هو لن يتغير شيء ألا بيسقوط هذه جمرة الفاسقة نعم مصطفر كاظم عادل عبد المهدي هذه كل هذه كورات هو الحاكم معروف هو النظام الإيراني هو في سيطرة على الوضع أما أبو من الجاعف المصطفر كاظم يضع واحد على واحد كلهم ما يسون شيء الشعب العراقي على يوم ما خلصته رشيد فليا حيوة سعد العيداني لابت من إثقاط النظام كامل هذا النظام لا يمكن التعايش معه وسوف يشفط كل الأموال وهو أهمه مجموعة من اللصوص الحرامية السراء نعم ولا بثورة ما يتخلص الشعب العراق اللي بي دماء وإثقاط هذا النظام كامل نعم من برهام صالح وحط الحلبوس كلها فاسية لابت من إثقاط النظام كامل العملية السياسية هذه ما تسمى العملية تقريبية اللي تسمرت العراق فأتحيي لك ولا الشعب شكرا جزيلا سيد أبو فيصل السيد شاكر من بغداد تفضلي يا شاكر السلام عليكم أخي محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي محمد نحن اليوم نتقول المتصريين يتكلمون عن أسعد العيداني طيب نعم يا أخي محمد هو أسعد العيداني أصلا هو مسنود من الأحجاب ومسنود من إيران وهم ذلك كلهم عديد في إيران ينزبحون بالشعب العراقي ولا كأن ولا أحد يقول لهم ما يتردون ولا أحد يحاسبهم أخي محمد نعم من يحاسبهم؟ مو المفروض مو المفروض أكو قانون يحاسب مو المفروض؟ ما أخي محمد نحن نقول نحن نقول نحن هذا أنا وأنت والشرفاء يقولون إذا أكو قانون لكن يا أخي محمد نحن الغضاء الغضاء مثيف قانون ما أكو لعدلوا أكو قانون نعم نحن كان الصحة تلقاها درجة أولى كان تلقا مو الميليشيات تذبح بيني إيران تذبح بيني تركيا تذبح بيني من الصفحة تذبح بيني نعم أخي أستاذ محمد نحن أسعد العيداني رجل هذا نحن هذا شيء مقسمين من عنده مدينة ومقسمين من عنده كل شيء أسعد عيداني رجل إيراني 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 مجوسي ما يصلح الشعب أهل البصرة أهل البصرة ناس شرفاء ناس عشائر ناس تعرفة تعرفة الأصول تعرفة الغيرة لكن يا أخي محمد شيء يفعلون ما يريدونهم صحيح صحيح أنا أشكرك يا سيد تفضل أنا أشكرك جزيلا شكركم كمل فكرتك كمل فكرتك يا سيد شاكر إذا عندك فكرة تكملها أنا أفكر أنا أقول أقول لأخوتنا المتظاهرين نعم ثورة تشرين نعم أقول لهم وصية أنا أخوكم من بغداد شاكر من بغداد أقول لك أوصيكم أقول لكم يا أخواني المتظاهرين يا شرفاء يا أهل الشيمة والغيرة أقول لكم ترى سلمية بعد ما ترهم سلمية ما ترهم أشلون الجزائر دولة الجزائر لما خسرت مليون بشر وحررت أرضه وبلده ودولته نحن لا نضحي ما تنصل عندنا دولة ولا دولة يطلعون دولة الأجراسي من المجرمين أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد شاكر من بغداد أبو علي من بغداد أيضا تفضلي سيد أبو علي السيد أبو علي من بغداد موجود خذنا الاتصال شكرا لسيد أبو علي أيضا طيب في رسالة من السيد أبو حاتم من الموصل يقول بعد التحية والسلام يقول العراق بيد أعداء العراق الاحتلال وأعوانه وهذول العملاء ذيول إيران في القضراء كلهم أعداء الشعب العراقي وين كانوا أثناء الحرب التي فرضتها إيران الشر على العراق التي راح ضحياتها الآلاف من شباب العراق علما أن النظام الوطني الذي دحر الفرس ثمان سنوات سلم الأمم المتحدة أكثر من 331 مذكرة احتجاجي يعني طبعا يعود بالتاريخ إلى الوراء بالنسبة لإيران يعني يستذكر الحرب العراقية الإيرانية أبو علي من بغداد يعاود الاتصال تفضل يا أبو علي أبو علي من بغداد سعادة حياك الله أبو علي تفضل قالوا تفضل يا أبو علي تفضل هنا وسهلا أسمعك سعادة الحديثة بالنسبة للسعودية والإمارات أبو علي نحن شعلينا بهذا الكلام يا أبو علي نحن نتكلم اليوم عن قمع حاصل للمتظاهرين بالبصرة شعلينا تجيبنا السعودية والإمارات بالنصف لا أبو تدري أن أردت بمواطنة الحروجية شلون أبو علي الإمارات ماذا أسمعك والله ماذا أفهم الكلامك شنو مش دا تقول أبو علي أبو علي يا أحفا من أساعد يا أحفا من أساعد يا أحفا من أساعد يا أحفا من أساعد سيدSTE عيد الفكرة عيد الفكرة صوتك قطع عيد الفكرة نعم تفضل يا أبو علي أسمعك ما جاء يساعد المصدر أن تصدر علي الحراق محال نحن بها حال بها ضائل ويتم قوم بها جد مرة الشئم سعبان واضحا ماشي ماشي هذا الكلام ماشي أنت أنا سؤالي إليك شعليها الإمارات والسعودية وإحنا موضوعنا اليوم بالحلقة على قمع حاصل للمتظاهرين في البصرة شنو الرابط؟ يعني أنت تتهم المتظاهرين في البصرة بأنهم ذيول؟ طيب سيد أبو علي شعار شعار ولد السفارات هذا أنا أختم وياك الاتصال لأن وضحت الصورة أن حضرتك تابع لمن؟ شعار ولد السفارات وهذه التهم اللي لسقتوها بالمتظاهرين اللي يظلوا من واحد عشرة لغاية هذه اللحظة يظاهرون بشكل سلمي والحكومة تقمع وهم يتظاهرون والحكومة تقمع وتزداد بقمعها تزيد بقمعها طبعا شي طبيعي أنه اللي يقول على ولد بلده ولد السفارات اللي يطالبون بحقهم يدخل هاي الأمور الطائفية ويدخل يساوي العرب عربين ويريد يساوي مشاكل وثارة الفتن طبعا بموضوع السعودية والإمارات وغيرها هذا الشيء منطقي طبعا من هذه الأصوات بالنهاية كل هذه الأصوات زائلة وسيبقى العراقيون إن شاء الله من هو يعني معنا أيضا أبو علي بس من أبو علي من بغداد أيضا بس غير أبو علي تفضلي أبو علي أبو علي من بغداد أبو علي فقدنا نتصال مع أبو علي من بغداد أيضا فقدنا نتصال معه يعني أنا أستغرب حقيقة من ناس يعني ما يعجبها التغيير بالوضع المأساوي اللي داعيش العراق يعني ماكو كهرباء ماكو مي ماكو خدمات ماكو شيء يخفف على العراقيين مأساتهم بهذا الصيف الحار بالشتاء القارص اللي يجيهم بالفيضانات اللي تصير ماكو بناء تحتية للصرف الصحي ماكو مستشفيات في ظل أزمة كورونا المعتقلات مليئة بالمعتقلين الأبرياء الناس نازحة وبالعراء وماكو مساعدات لهم تقدم ملايين العراقيين بلا وظائف ثمانية مليون عراقي أو أكثر نصف الشعب العراقي بحسب تقارير حكومي واعترافاته السلطة طبعا تقول بأن نصف الشعب العراقي هو تحت خط الفقر هذا الكلام أكو ناس ما يعجبهم هذا الكلام يريدون يستمرون يعيشون بهذه المأسات ويطلع سفرات بالإجازة أو من يأخذ فلوسه وكذا يطلع سفرات يشوف الدول الحوالينه دول بها نظام بها أمان بها زرع بها مستشفيات بها طرق يرجع للعراق اللي عبارة عن خرابة الآن صاير يرجع يستمر بهذه الحياة ولا يفكر للحظة أنه ينتفض ويوقف في أبناء شعبه لإعادة بناء بلده بالشكل الصحيح السيدة ومعبدالله من بغداد تفضلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا الله يسلمش أستاذ المسلمة اللي هسه قطع الخاطبة دي من قطع يقول العرب يعني هو من حقه يقول أنه الدول العربية من صالح إلى قاتل مع إسرائيل معناها بعد ماكو يعني فشعور وطن أرجع وسألك نفس السؤال أرجع وسألك نفس السؤال أم عبد الله أرجع وسألك نفس السؤال إحنا شعلينا بهالكلام وموضوعنا اليوم عن قمع المتظاهرين في البصرة ليش نروح بعيد ونجيب الفكرة ليش نجيب الفكرة حيل من بعيد ومع عبد الله وجرين المشاهد إلى ذلك نقطة لا أرجع السؤال من هم العراقيين من بقتلهم من الذي تقتلهم إيران إيران منه إسرائيل إسرائيل منه أمريكا يعني هي مؤامرة محاكم ضد العرب يا ناس صار بعد ماكو وطن صار أما تأخذوا السلاحكم وتحاربون هاي الصغم الفاسدة اللي موجودة بالدول العربية وحكامها شكرا يا أم عبد الله شكرا يا أم عبد الله من بغدان وضحت الفكرة أم عبد الله نعم وصلت الرسالة ووضحت الفكرة لكن نعود ونقول بأن المتصلين اللي عندهم أفكار معينة طالما موضوع الحلقة ليس بموضوعنا أو موضوع النقاش اللي يريد يطرح المشاهد الكريم فنرجو للاتزام قدر المستطاع بموضوع الحلقة القضايا العربية نعم نحن جزء من الوطن العربي وجزء من القضايا الحاصلة في الأمة العربية لكن لا ينعكس الموضوع طبعا على الشعوب بالنهاية هناك حكام يخطئون وهناك حكام يصيبون في قراراتهم اليوم موضوعنا عن قمع حاصل في العراق في محافظة البصرة على يد القوات الحكومية يعني إيران يقول العراقيون وأصبح الموضوع معروف للقاصر والداني بأن إيران هي المسيطرة على العراق نعم إيران هي المسيطرة على العراقية التي تتحكم بالقرار السياسي في العراق تقعدون تجيبوننا القضايا من بعيد يعني حتى هذا الموضوع يشوش على المشاهد ويلغي الفكرة بشكل عام فكرة الحلقة اليوم قبل الختام نقرأ سريعا ما ورد من الرسال رسالة بعد أن حاولت إصابة المنطقة الخضراء من السيدة بنورة يقول بعد أن حاولت إصابة المنطقة الخضراء تنصيب محمد علاوي والزرفي وفشلت نجحت في تنصيب الكاظمي وهي تقوم بتلميع صورته وإظهاره وكأنه المهدي المنتظر والفارس المغوار الذي سيقضي على الفساد والمفسدين وللأسف انطلت هذه الحيلة على كثير من الشعب العراقي لكن لن يحرر العراق إلا ثورة شعبية عارمة شكرا يا أبو نورة رسالة أخيرة وسريعا لا هذه رسالة أنباء طبعا نعم هناك كان سقوط لصواريخ في المنطقة الخضراء صاروخ في المنطقة الخضراء استهدفها قبل قليل قبل الختام مشاهدين الكرام نود التنويه هنا إلى أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات نكرر 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا وصلنا إلى اختام حلقتنا لهذا اليوم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة